أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني يومامس أنه سيتم تشغيل رحلة إضافية اليوم السبت إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية عذربيجان في تمام الساعة الثامنة صباحا وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت وأضحت الإدارة في بيان صحفي لها أن تشغيل هذه الرحلة رقم كيو 1194 جاء بناء على طلب من الحكومة وبالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية معربة عن رجائها بالتواصل مع القنصلية الكويتية في باكو على الهواتف التالية للضرورة 0099 450 233 0536 وكذلك 0099 450 999 661 هذا وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جينان بوشهري أعلنت الأسبوع الماضي أن سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه إلى التنسيق بين وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني لتسيير أمور المواطنين في الخارج وذكرت بوشهري أنه بناء على تلك التوجيهات تم التنسيق مع وزارة الخارجية والترتيب مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج لاستقبال اتصالات المواطنين ممن تعطلت عودتهم جراء إلغاء رحلاتهم على شركة الخطوط الوطنية وتسهيل إجراءات عودتهم إلى البلاد المسؤولية القانونية للإدرار بسمعة الكويت خارجيا وبمصالح المسافرين كما اعتذرت للمسافرين بسبب سوء إدارة الخطوط الوطنية لرحلتها